أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول المستثمرين مصطلح اليوم هو مؤشر تقلب شايكن وهو مؤشر فني الذي يقيس تقلب الأسعار من خلال مقارنة الفرق بين سلسلة من الارتفاعات والإخفاضات في أسعار الأصل بشكل عام تعكس فروق الأسعار الكبيرة وجود الكثير من التقلبات تختلف تفسيرات تقلب شايكن ولكن يعتقد العديد من المحللين أن التغيرات في التقلبات هي مؤشرات هامة لحدوث انتكاسات محتملة في المستقبل ولقد طور مارك شايكن مؤشر شايكن وهو مؤشر الذي يحسب متوسط متحرك الآسي من الفرق بين ارتفاع وانخفاض الأسعار في الفترة الحالية وفي فترات سابقة يشير الارتفاع المفاجئ إلى تغير في الاتجاه وبمرور الوقت يميل المتوسط المتحرك الآسي الحالي والتاريخي إلى المحاذا مما يؤدي إلى مائل المؤشر التقلب شايكن نحو الصفر التذبذب هذا المؤشر حول الصفر وتشير القيام العالية إلى أن الأسعار تتغير بشكل حاد مقارنة مع الماضي القريب بينما تشير القيام المنخفضة إلى أن الأسعار مستقرة وثابتة نسبيا المعلمات الافتراضية المستخدمة لحساب مؤشر التذبذب شايكن هي 10 فترات في الإطار الزمني المتوسط المتحرك الآسي و10 فترات لعدد بيانات المستخدمة لحساب التغير بالنسبة المئوية أي معدل التغير للفترة تقلل زيادة عدد الفترات من حساسية المؤشر في حين يؤدي خفض عدد الفترات إلى زيادة الحساسية وتوليد المزيد من الإشارات